موسيقى نحن هنا نحن هنا السلام عليكم ورحمة الله هل وسهل فيكم متابعين عبر شاشتكم شاشة المجد اليوم حنا وياكم في حلقة جديدة من برنامجكم نحن هنا كلنا عارفين أن أحدى أهداف رؤية 2030 رفع مستوى الوعي الصحي والثقافة الصحية لدى المواطنين والمقيمين هنا في المملكة العربية السعودية واليوم نحن في أحد تطبيقات هذه الرؤية اليوم نحن في جولة مع مشات حي الوادي بالتعاون مع مشات الرياض مشات الوادي بإشراف لجة التنمية الاجتماعية بحي الوادي خلونا وياكم نتابع هذه الجولة مع المشات الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم ورسول الله بدأ الفريق مشات حي الوادي في شعبان عام 1439 بالتعاون بين لجنة التنمية الاجتماعية بحي الوادي مع فريق مشات الرياض الفريق التطوعي الذي بدأ الفكرة لنشر هذه الرياضة في أحياء مدينة الرياض بدأ الفريق مشات الرياض مع لجنة حي الوادي بتوقيع اتفاقية تأسيس الفريق ومما أني أحد الأعظام مشات الرياض وساكن في حي الوادي بادرنا مع اللجنة وتحسس الحمد لله الفريق وبدأت الأنشطة عندنا نشاطين في الأسبوع تقريبا يوم السبت الفجر يوم الثلاثة مثل هذا اليوم كان عندنا نشاط فيه بين المغرب والعيشة الحمد لله المبادرة في الحي انتشرت السكان الحي تفاعلوا مع الفريق العدد كل ما يزيد وإن شاء الله نصل إلى مجتمع صحي الرياضي وإلى رؤية مشات الرياض سكان الرياض يمشون المشاركة مفتوحة يبدو لي في فريق مشات الوادي نعم نرحب الجميع السكان حي الوادي الأحياء المجاورة أي أحد من مدينة الرياض يشرفنا فيه اليومين عندنا حساب في تويتر يوضح نشاطنا ويوضح المكان ونسعد بمشاركة الجميع بالتأكيد من خلال تواجدك في فريق مشات الوادي عبر هذه الفترة الطويلة لا بد أن هناك مواقف وقصص ومشاركات لفتت انتباهك ولا زالت عالقة في ذهنك ممكن تطلعنا على بعضها مما يكون يجول في خاطرك الحمد لله كان لنا لقاء بالتنسيق مع الجمعية الوطنية المتقاعدين الجمعية تعقد في الحي لقاء أسبوعي في ديوني الصالح في حي الوادي وكاننا لشرف الالتقاء مع أبائنا المتقاعدين وطرحنا الفكرة وحقيقة كان تجاوب رائع وغير مستغرب منهم ودعم كبير وكان لهم ذكريات وقصص مع المشي والحمد لله كانت هذه من الفعاليات الرائعة استضفنا أيضا الدكتور صالح أنصاري عميد المشي في السعودية وداعم كبير لفرق المشاتع على مستوى المملكة واليوم استضفنا الأستاذ الدكتور فهد الخضيري أيضا كل هذه اللقاءات كانت متحاط بمجموعة من التوعية حول النمط المعيش الصحي والرياضة والغذاء الصحي الحمد لله هذه كل الأشياء تقريبا أو النقاط الأساسية التي مرت على الفريق بالتأكيد لديكم طموح وأهداف مستقبلية في فريق مشات الوادي أبرز ما تطمحون إليه وتهدفون في الفترة القادمة حقيقة نتمنى بإذن الله أن نصل إلى أكبر عدد ممكن في الحي والأحياء المجاورة أيضا نتمنى أن يشارك فئات السكان جميعا الكبار والصغار الرجال والنساء ممكن يكون لنا تنسيق وترتيب أيضا الهوايات الأخرى التي تدعم الصحة سواء الدراجات الرياضة الدراجات الأنشطة الأخرى الرياضية ممكن الفريق بدأ بالمشي لكن اللجنة أعتقد عندها خطة استراتيجية طموحة للوصول إلى كثير من الأنشطة الرياضية التي تدعم وتخدم سكال الحي بكل شرائع وأشكر زمرة في لجنة التنمية الاجتماعية في حي الوادي على تنظيم هذه الفعالية وكذلك المشاركين من أحياء أخرى والذين تاحوا لنا الفرصة أيضا للتعرف على ما يوجد في أحياء كثيرة وهذه الفعاليات إن شاء الله سيكون لها مردود في مكافحة الكثير من الظواهر السلبية سواء الصحية على الإنسان أو حتى الفراغ الذي يعاني منه الكثير من شبابنا وأبناؤنا الفعاليات الجماعية مثل المشي الجماعي المشاركة في مع المشات أو حتى المشاركة في مشروع رياضي أو مشروع اجتماعي جيد هذه حقيقة يعني من الروابط الجيدة أو البناء الاجتماعي المتين الذي تسعى إليه يعني دائما حكومتنا وكذلك ديننا يحث على هذا الشي الترابط والاجتماع التبادل الثقافي بين الناس ما شاء الله شرائح متعددة نستفيد من بعضنا البعض كل إنسان يفيد الآخر بما لديه سواء من تجارب في مثل هذا المضمار أو هذا المشي أو هذه النشاط المعين أو حتى شيئة اجتماعية أخرى يتم تبادلها المشي حقيقة رياضة تشمل كل الرياضات يتحرك فيها كل أعضاء الجسم اليدين والرجلين والركبة وهي يعني غالبا بعض الرياضات تكون متخصصة مثلا في جوز معين من الجسم أو عضو معين من الجسم لكن رياضة المشي تعتبر شاملة لكل أعضاء الجسم وليست من الرياضات العنيفة التي يترتب عليها أحيانا تهتك في عضلات أو عصب أو حتى إرهاق لبعض أعضاء الجسم أو كذا وليست من الرياضات الخاملة الكسولة التي لا يستفيدها الإنسان المشي بمعدل ما لا يقل عن 30 إلى 40 دقيقة مثلا في اليوم مشي متسارع يتعرق فيها الجسم يشعر الإنسان أنه بذل جهده وتنفسه ارتفع معدل التنفس هذا يعني فيه حرق للسعرات الحرارية قد يصل إلى أحيانا ألف سعر حرارية في ساعة من المشي مشي متسارع ما لا يقل عن 6 كيلو إلى 7 كيلو في هذه الساعة الذي يمشي في الساعة 4 كيلو يكون الحرق أقل من 600 إلى 700 تقريبا وكذلك حسب الجهد هناك ناس كثير استفادوا وتجارهم كثيرة في مكافحة حتى أمراض العصر وبالذات مثل المرضى السكري والكلسترول ومراضى الضغط والمفاصل زيادة الأملاح في الجسم بعض الأشياء التي تكون بسبب الخمول والكسل حقيقة استفاد منها كثير من المشائين والذين يمشون في مسافات طويلة سمعنا وقابلنا ورأينا الكثير من تجارب الإيجابية الرائعة لزملاء شيابا وشبابا أصيبوا بالسكر في مرحلة من مراحل الكسل والخمول والاتكالية والتسويف وتأجيل النشاط إن شاء الله بعدين نبغمشي إن شاء الله إذا خلصت الاختبارات وبعد الاختبارات إذا خلصت الإجازة وإذا خلصت الإجازة وهكذا مثل حيانا تكون مثل المدخن الذي يريد أن يقلع ويسوف حتى يصاب في مرض معين فإذا أصيب بالمرض لا يستطيع أن يتراجع الجسم ولا يستطيع قد تكون غير قابلة للإسترجاع لكن لذلك لا بد أن إنسان يبادر اليوم قبل ما يصاب في مرض إذا أصيب في مرض تكون نسبة الرجوع أو العودة إلى نقطة الصحة الكاملة بطيئة جدا وضعيفة جدا قد ينجح ناس يعني أنا ما أقول ولا أترك كلهم ما شاء الله مشوا وشوفهم من السكر لا في ناس مشوا وما شوفهم السكر يعني كانت المشكلة أكبر من أن يعني يسترجعها بمشي فقط لعني مع أنه فيه نماذج نجحت قد يكون هذا يعني مؤشر غير محفز لكن المحفز أنه سيستفيد من المشي حتى لو لم يشفى من السكر سيستفيد من المشي في تأخير علامات أو المضاعفات السكر القاتلة مثل الفشل الكلوي نزف العين والشبكية وتدمير العصب خصوصا العصب البصري وبعض أجهزة الجسم وكذلك مشاكل القلب ومشاكل الأخرى التي يترتب عليها غالبا الإصابة بالسكر لفترة طويلة وهناك عوامل مهمة جدا ليست فقط المشي لا بد أن يكون نظام متكامل تمشي لكن تنظم غذاء أكلك يكون فيه حمية أشياء صحية جدا تتكون من الورقيات والخضار والفاكهة والحبوب الكاملة الحبوب الكاملة أنا أؤكد على هذا الشي لأنه نظام الغذائي الحقيقة سيء جدا من الحبوب الغير كاملة هناك كتاب ألف قبل يمكن ستين سنة يتحدث عن ما هي الجريمة التي ارتكبها الإنسان بنزع قشرة القمح وجنين القمح وإعطاؤها للبهائم من النخالة ويعطى الإنسان الأشياء الضر له النشأ الخالص الخبز الأبيض الخبز الأبيض يعتبر جريمة حقيقة إذا اضطررت للخبز تأخذه كاملا بحبه الكامل بقشوره بنخالته بجنينه الحب الكامل تطحن البر الكامل وهكذا من حتى الفواكه الأخرى لا تشرب فقط عصير المائي للفاكهة لكن خذها بأليافها وهناك دراسة أثبتت أن الحبوب القمح الكاملة تبطء من تفاعل الأنسلين داخل الجسم وتنظيم سير الأنسلين في الجسم بينما إذا أخذت أشياء جاهزة سريعة سريعة التحول الجليسيمي زي السكر الأبيض زي الخبز زي التمر الأشياء السريعة جدا ستكون ارتفاع الأنسلين سريع وانخفاض سريع فهذا هو الاضطراب الضار الذي يؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة منها تلف الطرفيات العصبية ومنها مشاكل الكلا وغيرها ومنها أيضا تفاقم مرض السكر لدرجة أنه يؤثر حتى يكون قاتل أحيانا لغير غرينا انفصال عدم رسول الكسجين للأطراف العصبي بسبب تلف العصب الطرفي فهناك لكن المشي مع الحمية من المواد السكرية المباشرة من المقليات المقليات مثل اللقيمات أو الدونات هذه اللي الآن للأسف الناس يعتبرونها أكلة خفيفة ليست خفيفة هناك دراسة أثبتت أن الدونات أو اللقيمات تحوي منظمات الجليكوجين أو مضادات تنظيم الجليكوجين بالجسم تسمى الـ RAGE ترتفع بنسبة 400% عندما تقلي المعجنات البيضة ترتفع هذه النسبة 400% مما يعني أنه نسبة حصول السكر ترتفع أربعة أضعاف في هذه المقليات المعجنات المقلية ننتبه لها لا دونات لا لقيمات حتى السمبوسة المقلية بالزيت يعني هناك طرق لتجهيز مثل السمبوسة بالقلاية الهوائية إذا أنت تحب المقليات أي نوع من المقليات تستخدم القلاية الهوائية سواء للسمبوسة أو حتى للدجاج أو للأشياء الأخرى رمضان مستثنى يا دكتور ولا؟ لا رمضان ولا غيره رمضان أعتقد أنا كتبت تقريده أنا مصر عليها من واقع دراسة أن الناس تخف عندما تصوم إلا في منطقتنا الخليجية يزيد أوزاننا لأن الإنسان يفطر وكأنه قد أتى من مجاعة ويتسحر كأنه أكل مودع سيودع الحياة الدنيا وهذا حقيقة سبب لأنه سواء أكلت وجبة كبيرة وثقيلة أو كانت وجبة صغيرة الجسم سيتعامل معها خلال ساعتين هضماً وتجهيزاً وسيستهلكها خلال أربع ساعات يعني كل المسألة كلها أربع ساعات تقريباً إلى خمس ساعات ستستهلك كل ما أكلت سواء وجبة كبيرة أو وجبة صغيرة خلال هذه الأربع ساعات لذلك يجعلها ست وجبات متفرقة بدلاً من أربع وجبات ثقيلة أو ثلاث وجبات ثقيلة تهضم وتستهلك تهضم وتستهلك بدلاً من تهضم تستهلك جزء والبقية تضطر البنكرياس للعمل لتفرز عليها أنسولين وتحرقها ثم تضطر أن تحولها إلى شحوم تخزينية لطاقة مخزنة فنحن الآن نختصر هذا الموضوع بدلاً من أن ناكل وجبة ثقيلة نفرز كثير من المنسولين من البنكرياس ونرهق البنكرياس البنكرياس يا أخوان مرهقة جداً جداً يقوم الصباح يشرب شاهي وللأسف بسكر يأخذ كافي وبسكر ويفطر على عسل ولا مربى ولا شيء بسكر وخبز أبيض كله سكر 70% من الخبز الأبيض ترى نشويات سكر وبعدين يمكن يأكل أشياء ضارة وهكذا ترتفع نسبة ثم يمر عليك بالمكتب تمر وإذا قدم لك قهوة يقدم لك تمر وإذا جيت بالبيت تجون تمر وإذا جاء 14 مرة ناكل تمر و14 مرة ناكل شاهي بالسكر البنكرياس 24 ساعة شغالة 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 البنكرياس أعطى البنكرياس فرصة صوم صوم يا أخي ست ساعات خل البنكرياس بدون سكريات وتجد إن شاء الله الفارق جزاكم الله خير وشكرا على الاستماع مشاهدي الكرام مستمرين معكم هنا في فعالية مشات الرياض ونسعد باستطافة الأستاذ خالد القشعمي المدير التنفيذي لنجه التنمية الاجتماعية بحي الوادي أستاذ خالد أهل وسهلا فيك أياك الله وإياك واسعادك وحقيقة مسهورين ومتنين بتشريفكم وتغطيتكم اليوم لفعالية أستاذ خالد نحن نشفنا اليوم هذه الفعالية مشات الرياض كلمنا عن هذه الفعالية وأيضا أنشرة الجمعية بشكل عام اللجنة تنطلق من خدمة المجتمع وهي وجدت لأجل أن تخدم شرائح المجتمع المتنوعة الكبير والصغير والنساء والرجال من برامج متنوعة برامج رياضية وصحية وتدريبية ومهارية بل برامج الإصلاح الأسري ودورات الأسرية من هذه البرامج برنامج مشات حي الوادي بالتعاون والتشارك مع الإخوة في مشات الرياض هذه المبادرة التي وجدت لتنمي جانب مهم في المجتمع وتحقق أحد متطلبات احتياجات الحي الاحتياجات الصحية من خلال هذه الرياضة البسيطة والجميلة بالتأكيد أنشرة اللجنة ومشاركتكم في مشات الرياض لابد أن هناك سبب أو حافز معين لمشاركتكم في هذا النوع كمشات الرياض هو الحافز الأساسي حافز تقديم خدمة مجتمعية بسيطة من إيصال رسالة توعوية عملية والحمد لله أن في هذه البلاد وفرت أماكن مناسبة للمشي بعض الحدائق التي بدأت تظهر في الفترة الأخيرة مساعدة لهذه الرياضة الثقافة بدأ يتم التوعية فيها بشكل جيد وتبني وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمثل هذه الأنشطة ووزارة الصحة لمثل هذه الأنشطة هي حافز ودافع لأن تكون هذه الرياضة محل اهتمام تقدم لهذه الفئة تخدم الجانب الرياضي والجانب الصحي من خلال القضاء على عديد من الإشكاليات الصحية والتي تم ذكرها في عدد من التقارير الطبية المختصة نعم مثل ما ذكرتم أنشطة اللجنة بشكل عام سواء أنشطة صحية أو رياضية مشاركاتها متنوعة لكن لابد أن هناك برامج نوعية متميزة فيها لجنة التنمية بحي الوادي أحسنت من البرامج التي تتميز فيها لجنة التنمية الاجتماعية بحي الوادي مركز الإصلاح الأسري وهو بالشراكة مع وزارة العدل يقوم على تقديم خدمة الاستشارات الأسرية خدمة الإصلاح بين الزوجين كذلك تقديم الدورات الأسرية وتقديم وسائل التوعوية والتدريبية في هذا المجال كذلك من البرامج التي تعتبر نوعية وتميزت فيها اللجنة برنامج يهتم بفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة الفئة التي تعاني من إشكالية التأتأة من خلال إيجاد مركز متخصص غير ربحي يقدم علاج من خلال برنامج متميز ومختص لهذه الإشكالية نادي إرادة الاجتماعية مثل ما ذكرت أبرز ما يقدمه للمستفيدين من سواء إشكالية التأتأة أبرز النقاطة يعمل عليها لإصلاحها ويقدم البرنامج الاستشاري في كيفية العلاج يقدم العلاج من خلال التطبيق والممارسة يقدم كورسات علاجية مستمرة أسبوعية للمستفيدين الأستاذ خالد القشعمين شكرا جزيلا لك لتوجدك معنا حياك الله وإياك وشاكرا لكم ومتننا الله يسعد مشاهدين الكرام وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم كنا معكم في جولة مع مشات حي الوادي بالتعاون مع مشات الرياض كنا معكم في هذه الجولة التوعوية الثقافية الصحية وبمشاركة الدكتور فهد الخضيري ونحن نلقاكم في لقاءة قادمة وجولات متجددة في أمان الله نحن هنا نحن هنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر